لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد شوف يعني الخطط المخزينية هنا نفتحها قوز حكاية بأن الإمارات هدت الجزائر دارها موقع مخزين تابع للمخابرات المغربية هذه نأكدها ماذا يريدون؟ يريدون أن الجزائر يدفعوها إلى صراعات مع كل الدول العربية ويبينولك بأن وهذه من جهة حتى تكون الجزائر ما عندها حتى علاقة مع العرب يعني عزلة عربية تدخل في خصومة مع دول الخليج وتعرف تأثيرات دول الخليج في أسعار النفط والأمور هذه معناها مصدر الرزق تحت جزائريين النفط راح تدخل به الجزائر تعبث به في صراعات مع دول الخليج هذه نقطة الأمر الثاني المغرب يريد تصوير الجزائر أنها هي ليتصارع معها في قضية الصحراء الغربية ليس للبوليزاريو لما الجزائر يقول لك هاي الجزائر دخلت في صراع مع الإمارات وهناك أزمة ما بين الجزائر والإمارات وش معناها؟ معناها أن الجزائر هي الطرف الأساسي في قضية البوليزاريو وقضية الصحراء الغربية إذن المغرب دائما يسوق إلى المشكلة وما كان شيء اسمه بوليزاريو أنها حركة وهمية وكذا وكذا ورهم مجرد أتباع الجزائر مشكلته مع الجزائر ولذلك عدب فتحت الإمارات وهي الدولة هاقم 16 اللي فتحت قنسولية 15 دولة إفريقية فتحت قنسولية وقلت لها لكم في المداخلة الأخيرة أنه فيها دول جزائر مسحة الهديون معناها الجزائر ما وقعت لها أزمة مع أي مكان ولكن في الحقيقة يجب أن نفهم حاجة نفهم حاجة أن مشكلة الصحراء الغربية رهي مشكلة بين المغرب والبوليزاريو الجزائر رهي تدعم هذا دول والجزائر لن تعادي أي دولة بسببها إذن الجزائر لن تدخل في أزمة عن الإمارات ولا مع غيرها بسبب أنها فتح وش يديروك يحاولوك يربطوها لك بالتطبيع هذه الدولة الجزائرية تدعم هي أكبر دولة تعطي أموال السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية طبعا هذه الجزائر تستورد في بضائع هي أصلها بضائع إسرائيلية تطلع الأوروبا ويغيروها ويغيروها ويشكون اللي يصنعها ويرسلوها للجزائر هذه الجزائر راح تحضرت في اجتماعات دولية خاصة العسكر وجالسة فيها إسرائيل إذن المشكلة أنها أعمق من هذا المشكلة والراهب لأنه الهدف هو المعركة هي إعلامية أكثر مما هي شيء آخر المغرب يريد بسط نفوذه على الصحراء الغربي ويريد أن الجزائر تكون في عزلة دولية والجزائر تدخل في صراعها وللأسف لأسف عندنا بعض الأطراف سقطت في هذا الفخ أنت يجي رئيس مجلس الأمة يتكلم الإمارات وفتح القنصر ويش دخلك فيها؟ يا خضية الصحراء الغربية تدعمها أنت كدولة تقف معها حق مشروع ويش دخلك أنت في هذا الأمر؟ دين مثلا هذا الأمر أو أرفضه أو شيء ولكن أنك تتدخل في هذا الأمر خلي البوليزاروية اللي تدين البوليزاروية المعنية بهذه التصريحات لكن تتسوق للبضاعة اللي يريدها المغرب المغرب يريد أن الصحراء الغربية ما كانش اسمها صحراء الغربية هناك مشكلة ما بين الجزائر والجزائر تحاوز دفتح ما مر إلى المحيط وغير ذلك ملك الحكايات اللي ملينا منها إذن المشكلة والراهن المشكلة يا إخوان أن بعض الناس تحل فخ المخزن المغربي أطلق هذه الكذبة أن الإمارات هددت الجزائر رغم انتقادنا للنظام الجزائر ورغم نشوف فيها السقوط الحر الذي سقطته الديبلوماسية الجزائر ورغم الوضع البائس اللي يعيه النظام الجزائر ولكن أجزما لكم أنها لا توجد دولة تتجرع تتهدد الجزائر ولا توجد دولة عربية ممكن أن تفكر أنا أنا عارفين مش معناها كلمة دولة وهد الدولة راهي معناها دخلت معها في مرحلة الحرب معناها لا سفراء ولا أي شيء مش كل اللي طلقها هذه طلقها موقع مخزني هذا الموقع أصلا أنا كذب عليها كم من ورد وبدار عليها مرة أرتيكل بأنه أنور مالك هو هو العنوان الأساسي في حملة حرب استخباراتية تشنها الجزائر على المغرب وحكايات وأنا نضابة استخبارات وكذا وكذا هذه قالوها علي أنا وش كل اللي أروج لها؟ أروج لها الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين لديهم حسبات مع الإمارات العمارات تعادي الإخوان وعندهم صراعات مع بعضهم أروج لها لأنه أروج لها الإخوان الجزائريين في الداخل وفي الخارج كلها أروج لها على أساسها أنهى الجزائر أن الإمارات تهدد الجزائر هم يريدون تصوير أن الإمارات فتحت قنصرية في العيون أي الإمارات فتحت قنصرية في العيون وهذا تهديد الأون القومي وأنها تريد الجزائر تجبرها على التطبيع لماذا هذا الكلام الفارغ هذا؟ الجزائر ما هيش ملطشة ما هيش ملطشة ودخلوها في صراعات كل شيء يعني الإمارات كتجي تفتح قنصرية في العيون معنىها خلاص صار الأمن القومي في جزائري في خطر أنا قلت لكم هي الدولة رقم 16 15 دولة إفريقية عندها القنصريات ما بين الداخل والعيون الصحراويتين يعني هذا شو؟ كنت جي تقول هذا له كذب يقولك لا أنت عميل للإمارات والله لو الإمارات هددت الجزائر والله ستسمع مني ما لا يمكن تصور كان ثبت عندي ولكنه كذب ها يا سيدي وعنش ما حلوش فامهم هذا من اللي يهدروا الآن ما حلوش فامهم كهدد حمد بن جاسم وزير الخارجية لما هدد مراد مدرسي في الجامعة العربي لما رفضت الجزائر تجميد عضوية سوريا قالوا أسكت دور عليك بل أنه مراد مدرسي ما زال يتكلم هو رفع على الجلس ما خلاش حتى يكمل كلامه كان نوع من الاحتقار وأنا قلت لهم في ذلك الوقت والله لو كان جيت مراد مدرسي نوقف نروح نصرفه قب كف حتى يدور نوري له الجزائريين علاش تلما ما روجوش قطر تهدد الجزائر أمر آخر روجوا كثيرا أن الإمارات أوقفت التأشيرات للجزائرين وداروها واعتبروها إهانة للجزائريين وكل المواقع تبع الإخوان المسلمين كلهم روجول ولكن ما نطق كلمة لما تركيا أوقفت التأشيرات الإلكترونية على الجزائر ياخي كان الجزائري يدخل السيتي عمر هكذا يخلص سباركارت بونكار تقع 53 ولا 52 دولار تخرج للفيزا تبعثوها عبر الإيمائي وقفوها خلوها فقط للجزائريين المقيمين في الخارج عندهم إقامة إقامة في دول الأوروبية أما الجزائريين في الداخل يديها من القنصر ولا تكلموا كلمة لما جمدتها تركيا أخي أعتقد في أكتوبر تقع لعمل إفاته عندها أكثر من عام ما تكلموه ما أعتبره هش طرد للجزائريين كيفاش تركيا تروح ته رغم أنه هذيك الجزائر كذبتها رسميا والصفارة كذبتها وما كان حتى شيء قال لك لا أنا تكلمت مع الجزائريين رهما موجودين نورمال عادي سافروا ولكن تركيا لما أوخفتها بصفة رسمية وتلم تفتح الموقع الإلكتروني تقع ما هتروش لأنها تركيا حليفة الإخوان ولكن العمارات تعادي الإخوان إذن الإمارات لما توقف في السفارة رغم أنها خبر كذب آية نعملها أنهانت الجزائريين المشكلة يا جماعة والله كل الناس تتصارع بإديولوجيات وبخلفيات الجزائريين ليس لهم ناقة ولا جمل فيها الجزائر ليس لها مصرحة لا تعادي السعودية لا تعادي الإمارات لا تعادي قطر أنا نقولها لكم الجزائر ليس لها مصرحة في هذه الأمور هذه أمور تخص دول الخليج هي أدرة بها هي أدرة بها وإذا كان يوم اللي تمها تتعلق بالجزائر تكون طرف الحكاية ثم الجزائر من واجبها وليس من حقها فقط أن تعلن موت ولكن أنتم صورتون بأن الإمارات تتآمر على الجزائر ولكن هيا نرجع القطر الرسيدي هذا من الناس اللي ينتقدوه وكلها من حلق قطر قطر عملت قناة المغاربية أكثر قناة حرضت على الجزائر وبالأموال القطرية وأكثر قناة ساهمت في تدمير الحركة الشعبية المغاربية وبعد ذلك لما وقعت تضغوطات من طرف الحكومة حكموا وقفوها وداروا الدعاية بأن النظام الجزائري هو الدخل اللي أوقفها وبعد داروا قناة جديدة سموها أوراس باش فقط يتخلص ها يجي يقولون أنكم تريدون ثورة الربيع العربي وفي نفس الوقت متحقفين مع قطر أكبر داعم لهذه الثورة وفي أعكم شفته واجدارت في ليبيا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله